مساكم الله بالخير اليوم السبت وموضوعنا كالعادة السياسي كل سبت حقيقة ما كان ودي أعلق على التهديدات اللي صدرت من نائب محسوب على الحجد الشعبي في العراق لكن بكل أمانة ما لقيت موضوع أطرح السبت هذا اللي متعودين على موضوع السياسي كل سبت لذلك بطمن بعض المهتمين بهذه التهديدات وأتكلم عنها ووضع حققتها ليش ما كان ودي أتكلم عنها لأنها لا ترقى إلى كونها تهديدات جادة وحقية الكويت تأخذت موقف دبلماسي حتى لم ترفع التأهب الأمني أو في الجيش بدليل أن هذه التهديدات غير جادة وغير قادرة على الحق الأذى بالكويت في تاريخ طويل من التهديدات طبعا دايما تهديدات طبعا دايما هالنوع من التهديدات يشوف لقضية يحاول دغدغة مشاعر الشعب فيها فمرة تكلموا على خور عبد الله مرة تكلموا على مين أمبارك دايما يحاولون يتكلمون على تجاوزات مزعومة للكويت تجاه جارة العراق والكل يعلم أن هذه مزاعم غير صحيحة بدليل أنه لم يحدث أي تطور فيها يعني لما تكلموا على الحدود ما حققوا أي شيء لما تكلموا على خور عبد الله ما حققوا أي شيء لما تكلموا على كذلك مين أمبارك ما حققوا أي شيء يريدون فقط إلهاء وأشغال الشعب العراقي ومحاولة تحشيد الرعي العام خصوصا أن هذا الحشد ساقط شعبيا وقد خسر خسارة فادحة بالانتخابات والنائب هذا نفسه اللي تكلم أصلا كان ساقط بالانتخابات لكن استقال النائب الناجح في الدائرة وطلع هذا النائب الاحتياط بداله وأصبح نائب يعني الشعب العراقي نفسه لفض تلاف الفتح الجناح السياسي للميليشيات الطائفية الإيرانية المسمات بالحشد الشعبي ومثل ما قلنا هذين ما يقدرون لحقوا الأذى أكثر مرة سووا وأنهم أطلقوا صواريخ كاتيوشة يمكن أو صواريخ الصغيرة هذه اللي مداهم ما يتعدى على أبعد الأحوال 50 كيلو والكويت يعني غير مأهولة للحدود يمكن شوية مزارع بعدين غير مأهولة أكثر من 50 كيلو فبالتالي ما فيه أي ضرر ما عندهم قدرة على الغزو البري ما عندهم قدرة على إجراء عمليات والله الحمد في العمق الكويتي ما عندهم أي جناح داخل الكويت وهم أصلا تبع لإيران وهني مربط الفرس حين بدأنا انتهينا من الجانب الأول اللي هو التطمين أنه ما عندهم قدرة والله الحمد نرجع على الجانب الثاني وهو خلفية هذا الموضوع خلفية هذا الموضوع مثل ما قلنا يحاول البعض يعني تحريك هذه الأطراف بين الفينة والأخرى لأغراض سياسية لأغراض ابتزاز إلى آخر في أطراف داخل العراق تسعى لابتزاز الكويت ويمكن يكون بعض التفاهمات في جوانب معينة التقت إرادتهم مع إرادة وأوامر إيران بأن تحاول هذه الأطراف ابتزاز الكويت أو تهديد الكويت لأن مثل ما أنتم عارفين إيران تبدخل بالمباحثات أو تبدخل بمفاوضات مع الكويت حول حقل غاز جنوب الكويت هو مشترك بين الكويت ومملكة العربية السعودية وأكد وزير خارجي الكويتي أن الإيران ليس لها حق بهذا الحقل ولن تدخل بأي مفاوضات وأن الكويت ستتفاوض مع إيران والمملكة العربية السعودية في لجنة مشتركة لتحديد الجرف القاري يعني الحدود البحرية غير هذا ما لهم شيء فهذا كله لا يعدو كون تهديد أو استخدام لأدوات رخيصة تابعة لإيران في العراق ولو كان هؤلاء الأطراف بما فيهم هذا النائب يريدون حل مشاكل الصيادين العراقيين حلوا العديد من مشاكل في الشأن العراقي في داخل العراق لكن هم تركوا مشاكل العراقيين في داخل العراق وتفرق للصيادين المساكين اللي خافون أصلا من الاقتراب من الحدود الإيرانية ويقربون ناحية الحدود الكويتية وأحيانا يدخلوا حدود الكويتية ورجعهم خفر السواحل لأنهم دخلوا المياه الأقليمية الكويتية ومثل هذه الأحداث ما نسمعها بجانب إيران ما نسمع أن الصيادين العراقيين لأن الصيادين العراقيين عرفون إذا راحوا إيران شيء يصير فيهم ويعني تتم معاملتهم خارج إطار القانون إما أن يطلق النار عليهم مباشرة ويتم قتلهم بشكل مباشر أو يضيعون خلاص ينسونهم أهلهم أما الكويت فالكل يعلم بما فيهم هؤلاء الصيادين المساكين أن الكويت راح تتعامل معهم وفق القانون إما أن ترجعهم إذا شافت أنه في خطأ إذا في إصرار يتم تعامل وفق القانون وتسليمهم إلى بلدهم ومخاطبة بلدانهم وما نرجوه من الحكومة العراقية أن ترائي حسن الجوار وأن لا تنسى جهود الكويت في حفظ أمن العراق وفي محاولة إعادة بناء العراق ومؤتمر المانحين اللي حصل في الكويت ومواقف الكويت كلها تجاه العراق ومحاولة دعم أمن واستقرار العراق من قبل الكويت وأن لا تترك مثل هؤلاء الكلاب النابحة أن تنبح على الكويت فهذا يعني يمس سيادة الكويت وأمنها واستقرارها ويعني أكيد رح يثير قلاقل أو مقلاقل رح يثير شيء في نفوس الشعب الكويتي فهناك الكثير من المواطنين الكويتيين البسطاء أو المقيمين على أرض الكويت ممتعمقين بالشأن السياسي ويعتقدون أنها قد تكون تهديدات جادة أو ربما تزعزع من الكويت يعني يحصل شيء في نفوسهم من الخوف والهلاء فبالتالي يجب على الحكومة العراقية أن تتحلى بالمسؤولية وكذلك الجهات الغير الحكومية التي تتولى الشأن العراقي مثل تيار الصدري وغيرها أن يمسكون سفهائهم حتى يحافظوا على شعرة معاوية بين العراق والكويت فنحن لا نريد أن ندخل في مشاكل مع العراق ونتمنى أن لا يحدث لنا أي مشاكل مع العراق والملف العراقي يعني يحتل أهمية قصوى لدى الحكومة الكويتية بل أنه أهم ملف على الإطلاق في الكويت هو الملف العراقي ويهم الكويت أمن واستقرار العراق فنحن لا نريد لأمن العراق أن يهتز ونحن نريد دولة قوية في العراق حتى تحفظ أمن العراق وتصد عن حدودنا أي خطر إرهاب أو خطر غزو إيراني أو خطر تغلغل أو خطر فوضى ينتج عنها هجمات إرهابية أو غيرها فوجود عراق قوي وعراق متماسك من صالح الكويت ومصالح كل دول الخليج وهذا ما نسعى له خطر من هذه الميليشيات إن شاء الله أنه ما فيه خطر بالوضع الحالي يعني الأمور إن شاء الله أنه ما فيه مثل ما قلنا من الصعب جدا حدوث يعني غزو بري وإذا صار يمكن أن يصبح محدود والرد عليه حاسم بإذن الله وأجزتنا يعني أو جيشنا وقادر إن شاء الله على صد مثل هذه الهجمات والتهجمات ممكن تطلع صواريخ ممكن تطلع غيرها أظن أن هذا الأمر إذا حصل يبين من الوراء ويبين منه يعني يبين إلى أي مدى إيران تريد التصعيد التصعيد الإيراني أظن أن إيران ليس من صالحها أن تثير تصعيد بدرجة يعني أكبر من ذلك إيران تريد الابتزاز فقط ويعني القول أن نحن نملك أن نزعزع عامكم أو نملك أن نثير الخوف أو نهدد أو ما لذلك مثل ما قلنا عشان الملف هذا إيران لا تريد ما تبتخربها مع الكويت أكثر لأن تدري أن الكويت بوابة مهمة لها لتتفاوض مع دول الخليج كذلك الكويت رأيها مهم لدى المجتمع الدولي اللي هي قاعد تفاوض إيران معه إيران قاعد تفاوض مع المجتمع الدولي حول ملف النووي 5 زاعد 1 الكويت علاقتها ممتازة وطرف موثوق مع كل 5 دول هذه بالإضافة إلى أن في حال وجود أي نزاع بين الكويت وإيران فأن المجتمع الدولي كله بأسرة يفضل الوثوق بالكويت أكثر من إيران لتاريخ الكويت الطويل بالمصداقية المهم شهاد من الكلام مثل ما قلنا هذه خلاصة الكلام هي ابتزازات وتهديدات إيرانية مخلوطة مع ثلاثان أمني في العراق ويمكن بعض السياسيين يحاولون ابتزاز أو إثارة حفظة الكويت حتى الكويت تتفاهم معهم عندهم بعض التفاهمات معينة يمكن يبون يعني بعض الأمور ما تغفى عليكم اللي يبونها مثل هالسياسيين فهذه خلاصة الكلام إن شاء الله أمور طيبة والتهديد لا يستحق أن يثير أي هلع أو أي فزع التهديد يعني أتفه من أن يثير عندنا خوف أو هلع لكن يمكن بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي متعودة على الإثارة لتجذب المزيد من المشاهدين أو المتابعين يمكن هذا شوي اللي يخلى بعض الناس اللي ممتطلعين على الشأن السياسي شوي يعني يصير عندهم بعض الهلع أو التساؤل على الأقل وهذا اللي خلانا نحن نوضح أن الأمور إن شاء الله ما فيه للعافية وأن التهديد لا يعدو كونه يعني نباح كلاب في البرية فإن شاء الله ما فيه للعافية والأمور طيبة والأمور مثل ما قلنا لا تستدعي أي خوف لو كانت تستدعي أي خوف لو وجدنا حشود لو وجدنا استعدادات أمنية لو وجدنا يعني الأمور فاهمينها وكلنا عارفين بعض وعارفين هذا منه ويحرك منه وليش ومتى يتحركون وليش يسكتون وليش يتحركون هذا كله معروف لدى العراقيين أكثر ما هو معروف عندنا وأحيي قبل أن أنهي كلامي أحيي كل عراقي شريف تصدى لهذا النباح ورد بكلام يستعقى هؤلاء أو حتى من رده بالعقل ووجه خطابه لمواطنين العراقيين دفاعا عن الكويت ونشكرهم نيابة عن الكويتيين وحقيقة خطاب العقل نحن بحاجة له جميعا في المنطقة وشفتوا أنتوا شون الطائفية شويت بالعراق مزقته فأولى بالتصدى الطائفية هم العراقيين أنفسهم وأظن أن هناك وعي بدأ الوعي بسقوط مثل هذه التيارات بالانتخابات ورفض الشارع عراقي لها وهذه أظن أنها بداية النهاية وإن شاء الله رح تكون بداية النهاية لما أول شيء يلفظهم الشارع بعدين خلاص ما يصبح لهم قيمة وينتهي التمويل والدعم الخارجي فتنتهي مثل هذه الميليشيات كما انتهت في دول أخرى ولله الحمد